أعوذني للشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكملة للدرس السابق سوف نكمل الفكرة التي توقفنا عندها يعني هنا يوجد فرق لقد درسنا سابقا الدلة التي تنزع الفرق وهي الدلة تريم سوف أنزع الفرقات لجميع هذه الخانات أقول له تساوي هكذا أقول له تريم ها هي الدلة تريم هكذا وأقول له هنا يأتي هنا الفرس الصغير هذا يعطيك كيف تقوم بها العملية هنا التاكسيت نعني يعطيها الخلية فقط هكذا وأغلق القوس وأقول له أنتري هكذا لقد أتت سوف أعطيها أخذ هكذا وأغير لها لون لون مغير مثلا لون أزرق هكذا لقد نزع الفرق ها هي هنا يوجد فرق وهنا لا يوجد فرق وأغلق عليها مرتين من هنا هكذا ها هي لقد أتت معتدلة وفي نص يعني أرقام كاملة تحت بعضها البعض هنا تأتي دلة أخرى فقط لكي يجعلها على شكل نص يعني يحول الدلة إلى نص وهي الدلة أقول له في هذه الخانة تساوي هنا فلي هذه الدلة أغلق عليها مرتين هنا تاكسيت سوف أحولها إلى نص وأضع القوس من هنا وأقول له أنظري هكذا لقد حولها إلى نص سوف أكبر الخط إلى عشرين وأعطيها لون معين مثلا لكي يكون واضحا هكذا هنا لقد جعلها على شكل نص يعني نضغط هنا نضع المؤشر هنا ونضغط عليها مرتين مرتين تأتي جميعها على شكل نص وهنا اكتملت العملية وتكون الخانات على أساس أنها عندما نضع الخصائص هنا تنسيق الخلايا تكون على شكل العام هكذا لكي نجمع تلك العمليات كلها في عملية واحدة يعني في خانة واحدة كيف نقوم بذلك نختار هذه القانية الخالية ونقول له هنا لدي هذه العملية الأخيرة هي التي اكتملت سوف أضع في مكان دي واحد هنا أعطيه الدلة هاته سوف أعطيه الدلة هاته هي تريم تريم أس واحد سوف أنسخها هكذا أقوم بعملية النسخ وأذهب إلى عفوا هنا سوف نقوم بعملية النسخ نضغط هنا الخانة التي قبلها وننسخ هذه الدلة تريم سي واحد وأقول له نسخ هكذا عندما أقول له نسخ هنا رأيها تأتي الخلية محددة سوف أضغط على لوحة مفاتيه هكذا وأذهب إلى الدلة الأخيرة التي فعلتها وأقوم في مكان دي واحد سوف أقوم بعملية اللسخ هكذا هنا تعطينا تريم سي واحد يعني في مكان لا وأقول له أنتري هكذا لقد أصبحت الدلة التريم داخل في الدلة ضري يعني الدلة الأخيرة وأقول له هنا أضغط عليهم مرة كي تكون جميع هنا أستطيع أن أحذف هذا العمود سوف أحذفه ولن يتغير شيء سوف أقول له حذف هكذا تبقى تبقى العملية كما هي نذهب إلى هذه العملية سوف كذلك أنسخها هاته العملية سوف أنسخها أنسخ هكذا ولكن لا ننسخ تسوي سوف أنسخها مثل ما هكذا لا ننسخ تسوي هكذا وأقول له عملية لسخ هكذا أضغط على إشار وأذهب إلى العملية الأولى وأضعها في مكان C1 وأقول له عملية لسخ هكذا لقد قام بعملية لسخ وكذلك أضغط مرتين هنا لكي تكون نفس التنسيقات على جميع الخانات كذلك أستطيع أن أحذف هذا العمود أحذفه تماما ها هي لم تتغير العملي كذلك سوف أنسخ الدالة هذه يعني أقوم بعملية نسخ هكذا وأقول له إشرب وأذهب إلى الدالة التي هي هنا وأنسخها في الخانة بوحد أقول له لسق هكذا وأقول له أنظر هكذا وهنا أضع المؤشر الفأراء وأضغط عليها مرتين هكذا هنا الدالة أصبحت تحتوي على تحتوي على تحتوي على و تريم و سيبتي تير و رايت لأوحد يعني للخانة أوحد هنا للخانة أوحد وتكون الدالة صحيحة هكذا وهنا نعطيها جميع الخانات نفس نفس الله وأستطيع أن أحذف هذا العمود كذلك أحذفه نهائيا هكذا مباشرة بهذه الدالة التي قمنا بها هنا هذه الدالة هي تقوم بعملية هذه الدالة سوف تقوم بعملية مباشرة يعني بحذف الأرقام من اليمين أو من اليسار العربية هكذا وتحذف الفرق وتحذف الفرق وتغير وتنزع الشلطة بفرق وكل شيء وتجعلها على قيمة نصية كما ترون هكذا ها هي آخر و ها هي النتجة إن شاء الله أن تكون فكرة جيدة وتعود عليها بعدة مرات أو تطبيقها على الإكسل سوف تستفاد منها إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته